أقول لكم على حاجة بقى أهم من ده كله يمكن تهدي شوي في نهاية الحلقة عايز أوري حضراتكم حتة ليه علاقة بالاقتصاد وأنا هقول لحضراتكم إيه قيمة هذا الأمر يعني ليه هذا الأمر أنا مهتم بيه بقى خليها نشوف بس الجزء اللي بيتكلم فيه حمدين على نظرته الاقتصادية خليها نشوف ونرجعتين نسمع أنا حب عن نفسي وأرجو أن الجميع يتفع معايا في ده الداخلين إلى هذا الحوار من السيد رئيس الجمهورية الذي دعا إليه لمن قبلوه مبدئيا ويتمنوا أن يدخلوه فعليا في ظل الضوابط اللي اتوافق عليه لأي مراقب أرجوكم اعرفوا إن وجع المصريين من الفقر هو رقم واحد ولهذا أقترح البندل يعني النقطة الأولى في جدو الأعمال هي الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر لأسباب محلية ودولية بشارط اللي نحمل الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية مزيد من العيب دي بقى عاوزين كل المهارة اللي عندنا من الخبراء بس هم عارفين عاوزين نتحقق الهدف ده جميل يعني إذن ده الهدف السياسي الفكري الإيديولوجي لا ده مش فكري وإيديولوجي ده الهدف المجتمعي اللي شاعر بالأزمة الحالية وإمكانيات التفجر اللي عاوزين ننزعها مش يعني إذا كان عندك فنجلة عاوزة شد الفتيل الفتيل فقر قد يدعو للتفجر أنا عاوزة عالج دي ده عاوزة حق رضا شعبي ده دي مقولة مؤكدة في العلوم السياسية يعني الرضا وبما أنها مقولة مؤكدة في العلوم السياسية ومشاهدة لكل مصري في الحال فإحنا عاوزين نتفق على معالجة لها تكون محل اتفاق مش عاوز بقى اتفق عليها لأن اشتراكي ولا رأسي مالي ولا يساري ولا يمين أنا عاوز اتفق لأننا حاسس بواجع ناسي وبعدم رضاهم وعاوز أؤمن نظام سياسي مش قابل لأنه يواجه خطر انفجار لأن ده هيبقى مكلف للشعب والسلطة والمعارضة ومحدش كذبان منه فبدل التكلفة دي على الجميع أنا عاوز أحل واجع الفقر ومحملش الناس مزيد عشان كده لو جال هذا الخبير اللي انت ذكرت اسمه وانا متوقع لأنه عارف هو مين وقال لا نرفع الدعم عن العيش وقاله انت غلطة رفع الدعم رفع الدعم أنا عارف أنا عارفه وبحترمه وهو من الذين سأستعين بهم بالتأكيد أنا متأكد لأنه أخبر مني لكن إذا قال لي هو كخبير هرفع الدعم عن العيش أنا هقوله سياسي انت غلطة ده بقى النقطة اللي عاوز الديدال التاريخي من السياسي والخبير طبعا وعشان كده حرج على الرضا الرضا قطعا لا يوجد النظام في الدنيا لا يفعث عن الرضا نعم لأن الرضا هو مؤشر النجاح ودلالة استقرار طبعا ضمانة ضمانة أو شرط المقارنة علمونا في العلم أن هي أساس كل حاجة وبالتالي ما يتعلق بمصر الاقتصادية النهاردة قد ينظر إليه من زاوية أنه في مشكلة كبيرة أو أزمة وده يمكن في اللحظة ينظر له من الزاوية دي وفي نظرة تانية برضو من زاوية اقتصادية والسياسية ينظر إليه في تطوره أنه منذ خمس سنوات كان في إيه منذ سبع سنوات كان في إيه منذ سنة كان في إيه على الصعيد الاقتصادي طبعا الفيصل في ده مش الفيصل في الموضوعات الاقتصادية الخبراء الفيصل فيه تأثيرها على الجمهور هو سياسي نعم يعني وفي الشك في ده نعم الشيء المؤكد من ناحية الاقتصادية حتى اللحظة أنه هناك درجة كبيرة من التقدم اقتصادي مش بتكلم على الايكاس الاجتماعي في مصر خلال سبع سنوات ده مش مش هادت مصريين بتكلم دهاتي على مؤسسات كبيرة دولية عن شغلتها دي والخبراء المصريين وكان ليه لحظ صدفت عدد منهم يعني هنا من المستقلين وغيرهم وبالتالي يبقى السؤال اللي بيطرع بقى السياسي طيب الايكاس ده على الجمهور اللي هو يحقق الرضا إيه ودي المعضلة لأنه لو انت عدك وانت عدك قلت ده لو نفس الخبير اللي احنا عارفين اسمه قالك وارفع الدعم السياسي هقوله لا لو كان تكلفت ده اقتصاديا انه هذا الدعم يستمر ثلاث سنوات ثم يحدث الانهيار الكبير الذي يطيح بالداعم والمدعوم لا اقتصاديا اقتصاديا هو يكرره كده أنا عاوز مني أنا عاوز الخبير اللي يقول الشعب هو الأولوية وهو يبقى خبير الشعب الأولوية الآن ولا الشعب الأولوية بعد سنتين أو تلاتة الشعب الأولوية دائما لا سنتين ولا تلاتة من الأزل طبعا طبعا لا أنا أتكلم في أنا هعمل في الإجراءات لا في الإجراءات يعني عايشنا النهاردة ومويتنا بكرة لا خالص في الاقتصاد ده مسأل لا 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 أنا رأيي اللي بيقول كده مش خبير هو بيقول خبير لا ده السياسة اللي حيقول مش الإقصاد لا أنا بقول الخبير اللي يقول كده ما يبقاش خبير تمام أخذ بالك أه أو ما يبقاش الخبير اللي أنا عاوزه بس الخبرة دول بيبقوا خبرة إزاي من مدارس متنوعة طبعا طبعا واكتهادات صحيح صحيح أنا عاوز أخذ الاجتهاد اللي يخلي ست البيت ما تلاقيش السعر كل يوم بيزيد عليه أه هل عنده خبراء كده؟ أه هل عنده خبراء يقولي لا زود؟ طيب هنا بقى الحلاوة هنا بقى اللعبة السياسية أحد أطراف المعارضة بيقولك بص أنا عايز أخلي للشعب أولوية أنا عايز للأسعار ما تزيدش أنا عايز أحافظ ده بعد كده في كلام آخر على الطبقة المتوسطة ومحصلهاش مشاكل وقال بعد كده حضراتكو أنا بنقل لحضراتكو اللي قاله بعد كده إنه مصر خدوا بالكم إمكانياتها كبيرة وتستطيع إن هي تطلع الناس من الفقر ده شيء عظيم قال إن مصر عندها موارد وإمكانيات تخلي الأمور أفضل ونقدر إن إحنا نغير في هذا الأمر من خلال الحوار هنا بقى يا جماعة دي السياسة هنا يا جماعة اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم إنت كنت قلتلي إن أنت تقدر بنفس الفلوس ديت تخلي الناس عندها رضا أكتر إزاي ما هي المسألة ليست جمل طبعا أنا لا أشك إنه ممكن يبقى عنده مشروع كامل في دماغه ولكن هنا نبتهي نسمع إنت لو جيت تقلع عمر أنا عندي ليك حاجة مثلا تخلي صحتك أفضل طب سمعني ما تجيش تقول لي بقى إيه مش عارف إيه حاجات بقى اللي هي اللي مش هتحصل أو اللي ما تنفعش أنا محتاج أسمع فحمدين مبارح قال إنه يستطيع إنه في حلول إنه البلد الفقر يقل إن مستوى رضا الناس يتحسن إنه لو سمحتم بس إيهاتوا الحتة اللي بعد يدي لو سمحتم عشان بس الجمل تبقى الكلمات صحيحة اللي هو بعد ما وقفنا حضراتكو سمعيني عندنا حاجة أكثر إنزامة موفدوق الدستور الدستور ده هو العقد الاجتماعي طبعا اللي بينظمها العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم ومؤسسات الدولة والشعب والمجتمع مش كده طبعا طبعا الدستور ده بيقول كلام واضح في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المصرية طيب وفي نسب الانفاق عليها مش كده ناتج المحل الإجمالي طيب ينفع إن أنا أجي أخرج عن الدستور عشان تقدير خبير قد ينفع زي موارد قد ينفع حلو الخبير هيقول كده بس أنا بس في خبير تاني هيقول الموارد موجودة بس في خطأ في توجيه الموارد تمام وارد هزي أن يقول هزي والثابت ليا كسياسي وانا مش خبير كسياسي الموارد المصرية هو بيقول إيه هنا بقى يا جماعة ما هو إحنا يا ما قلنا هو شغلة مجلس النواب إيه مجلس النواب يشرع قوانين وهو اللي يعمل الالوكيشن للموازنة يعني هو يقرر إن هناخد من هنا نحط هنا خلاص هذا رجل سياسة بيقول لك إيه بيقول لك الموارد موجودة بس إزاي نوزعها وريني هنا تبدأ اللعبة السياسية بقى هنا يكون الكلام في الحوار الوطني اللي هو إيه طيب أنا دخلي ألف جنيه ده مثلا أنا كدولة ألف جنيه حتوزعهم لي إزاي ما هو أنا كمان مش غوي نكد هو لو حتوزعهم لي بحيث إن الدنيا إنت شايف إن هناك موارد كثيرة لو حتوزعهم لي بحيث إن الدنيا تبقى جميلة هو أنا عايز إيه خير كده هو إيه هدف الحكم يعني إيه هدف الحكم والحكومة إن الناس حياتها طفوا أفضل فلو جالي واحد خبير سياسي أيا كان عنده نظرية اقتصادية يجي يقول لي على فكرة وإحنا ما عند رأس سر أصلا الموازنة موجودة اقرى الموازنة بابنودها إحنا عارفين موازنة بتتقسم على ثلاث تلات مرتبات آآ قروض وفوائد آآ ديون ودعم ثلاث تلات بنوت عارفينهم من زمان من وإحنا كنا في كيشي وان ثلاث تلات بيتقسموا كده إنت بقى بتقول لي لأ ده أنا كمان مجد هاي يعني أنا ما لقوا شكك في كلام حمدين أنا بقول إيه هنا يبدأ بقى الحوار تعال نعود آآ تعال نعود وهاتلي الخبرة بتوعك سواء كان خبير اشتراكي أو خبير كنزي زي ما هو قال أو رأس مالي أيا كانت المدرسة وريني الحاجة دي تتوسع وريني إن جايز إحنا فعلا مش شايفين هو قالك الموارد يمكن هنا بقى ابتدينا يعني أنا رأي إيه إنه الكلام كله عظيم وهائل بس هنا هي دي لعبة الحكم والمعارضة هنا دي اللعبة السياسية فإحنا في انتظار في الحوار الوطني أن يأتي أحد ويقول للحكومة يا جماعة أنتو الفلوس اللي بتخش لكو دي صرفنا غلط طب نصرفها إزاي تعالى بأوري ويقول للحكومة ترجمة نانسي قنقر